كان مجلس الأمن الدولي قد وافق على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى قطاع غزة وأكدت مصر على أهمية خلق أفق سياسي لاستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته بإقامة دولته المستقلة بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل الاتفاق في محاولة لتجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة داعياً لاتخاذ خطوات عاجلة لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية مصر على لسان مندوبها بالأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق أكدت على أهمية خلق أفق سياسي واستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته بإقامة دولة مستقلة مندوب مصر شدد كذلك على أن قرار المجلس يعد خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة التدعيات الدامية للتصعيد الإسرائيلي وصدور هذا القرار اليوم خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة التدعيات الإنسانية الدامية للحرب على غزة وضمان استمرارية ودوام نفاز المساعدات للقطاع دون عوائق عبر آلية تشرف عليها الأمم المتحدة بحيث لا يترك العمل الإنساني رهينة لإرادة القوى القائمة بالاحتلال والتي لا يمكن عقلا ولا قانونا اعتبارها طرفا محايدا لتقديم الدعم الإنساني نتطلع سيد رئيس أن يساهم هذا القرار في دعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة قطاع غزة الذي ورغم الجهود المصرية المدنية لتقديم كل المساعدات القصوى الممكنة للأشقاء الفلسطينيين ورغم اقتسامنا الكساء والغذاء والدواء معهم ما زال يشهد كارثة إنسانية مروعة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية من جهتها طالبت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن لا ننسيب مجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع وقوع المجاعة في قطاع غزة وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أشادت مندوبة الإمارات بجهود مصر لاحتواء الأزمة في القطاع المحاصر إذا ما اتخذنا إجراءات حاسمة فإن المجاعة ستسود غزة إن هذه الحرب والثمن الذي لا يطاق الذي يتكبده الفلسطينيون 60 إلى 70% منهم من الأطفال لهذه الحرب أثر هائل على بلدان الجوار إن انتشار النزاع للمنطقة احتمال قائم ونشهد ذلك في الوقت الراهن بما في ذلك في الضفة الغربية حيث أن 300 فلسطيني منهم 75 طفلا قتلوا وإن جهود مصر لاحتواء هذه الأزمة على الحدود جديرة بالثناء لكن هذا البلد بحاجة لمساعدة هذه ليست مشكلة مصر بمفردها لا بد من وجود رد دولي ولهذا السبب فإن مجلس الأمن قد طلب إليه أن يتدقلوا بشكل عاجل كان مجلس الأمن قد شهد جلسة عاصفة بدأت بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش والتي أكد فيها أن الطريقة التي يتبعها لاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملياته العسكرية تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع الفلسطيني والذي يسكنه 2.3 مليون نسمة